اشتركوا في القناة لكن قدر ان هو يعدي من المرحلة الصعبة ويقدر يحقق حتى بطولات افريقيا لكن المنتخب حصلت هزة حصلت هزة استمرت او استمر اثارها لسنين طويلة العاشر سنين اللي فاتوا يمكن يكونوا الاصعب في تاريخ منتخب كرة القدم المصري على مدار تاريخه كله ويمكن كان السبب الرئيسي في ده هو فكرة عدم تواصل اجيال لأول مرة من سنين طويلة جدا بحس انه من النهار ده وانت بتحضر لكاس العالم 26 عندك الرفاهية دي عندك ثلاث منتخبات تقدر تبني عليهم قوان منتخب مصري في منتهى القوة السؤال هنا هل القيادة بتاعت روي فيتوريا تقدر وهي بتوصل لكاس العالم 26 ان شاء الله بإذن الله يكون في الامكان واعتقد انه فرصة وصولنا جبيرة جدا الا ان تكون يعني مضمونة مش بحب اراهن في كرة القدم على المضمون وبخاف دايما من الثقة الزايدة لكن في النهاية شاف انه منتخب مصر بالتأكيد فرصه كبيرة جدا لكن السؤال هل يستطيع فيتوريا انه يمزج بين التلات منتخبات دول كلام على منتخب مصر الاول او الجيل الكبير جيل الكبار اللي يمكن ما بينقصهمش او ما بنفتقدش منهم غير الوينش وحجازي دول الاتنين اللي ممكن يكونوا مؤثرين جدا في خط الدفاع لكن مع وجود عبد المنعم اعتقد عبد المنعم وصل لفورمة كويسة جدا جدا لو بس تخلص وهي من حتة الثقة الزايدة يبقى عالمي وفي حتة تانية خالص عندنا برضو علي جبر عنده خبرات صحيح ممكن يكون عنده بعض المشكلات لكنه واحد من العيبة اللي عندها خبرة جديرة مع منتخب مصر عندنا ياسر عندنا ربيعة عندك في ناحية اليمين هاني وعمر كمال عبد الواحد ومعرجوع اكرم توفيق تبقى جابها قوية جدا عندك في الشمال محمد حمدي فتوح اعتقد الاتنين برضو على مستوى عالي جدا بس فتوح طبعا يتخلص من مشكلاته فتوح في حالة وجوده في كام مستقر هيكون في حتة تانية خالص وانا مش ضد الاصلات اللي بتهجم فتوح يعني انا شايف انه هي محاولات اغتيال نفسي مش اكتر لا لكن الحقيقة اي لاعب مكان فتوح في الظروف والملابسات اللي تعرض ليها والضغوط الكبيرة جدا اللي وصلت لحد الاهانة والتشويه ممكن جدا ردود افعال وتكون نفس ردود الافعال بتاعت فتوح ففي النهاية موقفه بالنسبة لي مبرر لكن الكلام هرجع مرة تانية على منتخب مصر فتوح وحمدي اعتقد في الناحية دي ومع وجود اعتقد انه كريمي الدباس في المسلمين اللي جايين قادر يتطور بشكل كبير جدا عندك في نص المعلة بحد سوالة حرج رهاني بكرة اتمنى يعني ان فيتوريا في مواجد جيبوتي يراهن على السلاسي زيزو مع امام عشور وحمدي فتحي وعندك خيارات تانية كتير عندك طرق حامد عندك النني عندك كوكا جاي بمنتهى القوة قدام طبعا يمكن يكون اكتر الخطوط اجتمالا عندك صلاح عندك مرموش عندك تريزيجي عندك شريف عندك مصطفى محمد وفيه لعيبة وعيدة الحقيقة جاية بتقول انه سام فيصل بشوفه لعيب مبشر جدا بشوف كمان اوفا لعب امبي مبشر جدا والاثنين الحقيقة مقدمين مستعد كواسة جدا في الدولة المصري اعصد اقول انه فكرة رمضان صبحي بالنسباني مع المنتخب طبعا هو خسارة كبيرة انا بتكلم على الكواليتي وهنا وانا بتكلم على المنتخب اسمحولي عشان ما حدش يلومني او ياخد علي الكلام ده انا وانا بتكلم على المنتخب بنسى تماما الالوان والانتماءات انتمائي للاهلي قلبا وقلبا لكن مصلحة منتخب مصر ما فياش اعتبار لأي انتماء من اي نوع بشوف انه رمضان كخامة وكأماشة لعيب كواس جدا ووصوله الفورمة عالية يفيد منتخب مصر جدا 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 في النقطة دي فاتمنى يعني مش عارف طبعا المعادلة صعبة جدا ازاي استعيد فورموتو مرة تانية وهو بيلعب في الفنادي مش جماهيري نادي ما بيحققاش ألقاب ما بيحققاش بطولات دي قصته هو وحسباته هو ان كنت اتمنى الحقيقة بشوف واحد من افضل اللاعبين في النهاية من ناحية الامكانيات واحد من افضل اللاعبين في الجيل الحالي في الكرة المصري فبالتالي فيتوريا عنده وماشة محترمة جدا عنده لعيبة بكواليتي تقدر تعمل منتخب قوي مش بس يتأهل لكاس العالم ده حلمي وانا متأكد ان الحلم ده بيشاركني فيه ملايين مصريين يروحوا يقدموا عروض في منتقى القوة في كاس العالم وخصوصا ان النسخة اللي جاي من كاس العالم مش هتبقى 32 منتخب هتبقى 48 منتخب فبالتالي فرص المنتخبات اللي هتشارك فيها في التحقيق فوز مش بالضرورة التأهل يعني مش بالضرورة نوصل مربع دهبي لكن مش بالضرورة برضو نخرج من دور المجموعات فبالتالي حالة التكامل دي اللي معانا مع حضراتكم ونتابع كلام روي فيتوريا النهاردة في المؤتمر الصحفي اللي بشكل أساس يركز فيه على اختياراته ونرجع لحضراتكم